بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على مجازر العدوان الإسرائيلي بحق إخواننا في غزة نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة ما يسمى إسرائيليا تل أبيب وقد نفذت العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها يافا قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافها وقد حققت العملية أهدافها بنجاح إن القوات المسلحة اليمنية تعلن منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة وستكون هدفا أساسي في مرمى أسلحتنا وأننا سنقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو الصهيوني الداخلية والوصول إلى العمق إن القوات المسلحة اليمنية وهي تعلن عن هذه العملية النوعية تؤكد امتلاكها بنكا للأهداف في فلسطين المحتلة منها الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة وستنضي بعون الله تعالى في ضرب تلك الأهداف ردا على مجازر العدو وجرائمه اليومية بحق إخواننا في قطع غزة إن عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة في إسناد المجاهدين الأبطال في غزة والذين يدافعون عن أمتنا العربية والإسلامية بكل شعوبها ودولها وأن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطع غزة ترجمة نانسي قنع